السلام عليكم طلابنا العزاء وردتني اسئلة انه شون ناخذ الاسلوب من خلال الرسم البياني احنا سيحوضح لكم اياها تفصيليا شون قدرنا ناخذ قيمة الاسلوب وشون جدتنا قيمة التعجيل الارضي فاحنا النقاط اللي محدديها بالرسم البياني هالشكل هذا رسم بعدين اشي سوينا وصلنا هاي النقاط بنقطة الاصل صارت عندي هاي النقاط خاط مستقيم اجي اختار مثلث انزل مني هنا انا انا اختارت هذا المثلث الموجود امامكم ونزلنا بالشكل هذا صار عندي مثلث شنوا الاسلوب الاسلوب هو التغير الموجود دلتا ال على دلتا تي سكوير هذا التغير الموجود نجي نوجد قيمة دلتا ال دلتا ال القانون ما لش يقول ال 2 ناقصا ال 1 يعني بقى عليها هاي القيمة اجي سقطها هنانا شقد موجودة هنانا يعني يصير عندي مية واثنين اجي سقط القيمة هنانا شقد موجود عندي هنانا سبعين اذا ال 2 ناقصا ال 1 مية واثنين ناقصا سبعين ويساوي لي ثنين وثلاثين اذا المسافة منا من هاي النقطة الى هاي النقطة اللي احنا بسمناها صارت عندي ثنين وثلاثين نجي على محور اكس محور اكس كذلك هم نفس الشي نقطة اسقط النقاط اهنان اختارت هذا المثلث اسقط النا صار اربعة اذا اخذت هنا قيمة اربعة ناقصا هاي القيمة الموجودة وين صارت قيمتها سبعة اه اثنين وسبعة بالعشرة بعدها هاي اثنين ونص وهنانا سبعة بالعشرة اذا حيقول اربعة ناقصا اثنين وسبعة بالعشرة هاي المسافة المحصورة بين هاي القيمة وهاي القيمة اذا تي تو ناقصا تي وان اربعة ناقص اثنين وسبعة بالعشرة شون سبعة بالعشرة شوف هنا اثنين هنا اثنين ونص نشوف وين المثلث مالي لهنانا هذا المثلث مالي اثنين وسبعة بالعشرة صار. اذا من طرحت القيمة طلعت لي واحد وثلاثة بالعشرة. اذا السلوب مالتي اقول اقول اثنين وثلاثين ناقصا واحد وثلاثة بالعشرة. ويساوي الاشقيد اربعة وشرين وواحد وستين بالمية. اجي اطلع قيمة التعجيل الارضي. اربعة باي سكوير في السلوب اللي اني وجدت عمليا . المثلا انا وجدت العملية السلوب رجو غادة اربعة و bothering بالعشرة اضربها في قيمة ثابتة ابتة عملة یكدها. في لردت نسبة ثابتة أربعة في لعفو ثلاثة في اربع عشر بالمية الجذر مالتها اضربها في اربعة يصير تسعة وثلاثين وثلاثة واربعين بالمية في قيمة السلوب وتطلع لقيمة التعجيل الارضي. قيمة التعجيل الارضي اسجله هنا هنا واعتبر هذا انا وجدت قيمة التعجيل الارضي شنوه بالمختبر وليس على مستوى سطح البحر يعني احنا اكو نسبة اخطاء الصير مو مشكلة نسبة الاخطاء مقبولة بس مو نسبة الاخطاء عالية جدا لا مقبولة حتى اه تكون مساوية المن للاصل يعني تسعمية وثمانية ما طلعنا مثلا تسعمية وثمانين تسعمية طلعنا تسعمية وسبعين او تسعمية سبعمية وتسعين وكذا مو مشكلة احنا همشي عدنا للطلعة قريبة يعني نقطة قريبة وليس بعيدا فتعجيل الارضي هو تسعمية وثمانين احنا طلعنا مثلا تسعمية وسبعين او طلعنا تسعمية وتسعين او طلعتها الف يعني مقارب لانه بمستوى سطح البحر فهاي القيم مقبولة انه وما يحاسب عليها الطالب على اعتبار انه انت حتمارس عمليا وجدت هاي النقاط خلال عملك انت هذا بالنسبة للرسم التوضيحي للاسلوب تفصيليا انا وعدتكم انه اشرح لكم اياه بالتفصيل هذا الشرح التفصيلي وكذلك هذا الرسم يعمم على كل الرسوم يعني من تفهم هذا الرسم يعني ترسم شكو تجربة يحتاجيك تعرف ترسمها اذا الاسلوب عبارة على طالب من الطلاب يقول لك انا ما ريد اختار هذا المثلث اي اختار مثلين هنا انا هالشكل هذا ما يخالف مو مشكلة الاخي يقول انا ريد هذا المثلث مو مشكلة يعني ما اكو مشكلة ما الا هذا النقطة بالذات ااخذها وهاي النقطة ااخذها لا هذا الخط المستقيم الاف المثلثات يصير عليه يعني هاذ 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 الطالب حر باختيار المثلث بس امشي شنو الحسابات اللي يختارها شون يبدي النقطة مين و الى وين يعني دلتا ال على دلتا تي سكوير ها لازم يعرف شنو شون يطلعها وليس انه والله كيفي مثلا اختار هذا المثلث قيم خطاء لا قيم صحيح السقط هاي السقطها هاي السقطها اذا اختارت مثلا على سبيل هاي المثلث فهذا المثلث شنو سقط النقطة هاي وهاي السقط النقطة هذا بالنسبة لمحور واي محور اكس هاي النقطة سقطها صارت مثلا اثنين ونص النقطة الاولى اش قاد واحد ونص صارت عندي مثلا اذا اثنين ونص ناقصا واحد ونص وكذا على كل مثلث من المثلث الموجود اللي احنا رسلناها هذا رسم توضيحي لكيفية اختيار سلوب الموجودة بالتجارب ارجو ان وفقت في توصيل المعلومة لكم واذا اكو تعليق اخر او ما فهمتو فشي احنا مستعدين نسمع منكم ونقدر نرجع لكم الاجوبة الصحيحة اللي انتو تخطؤون بيها شكرا لكم